بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين تحياتي للطلوة العزاء سعين الرب يحفظكم من كل لائن وغلاء أخذنا في المحلقة السابقة حول موضوع البراءة واليوم نعرج على معنى البراءة في استعمال القرآن إذن المعنى الأول هو خص بوصف الله تعالى كما في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم وهو من براءة الله الخلق يبرؤه فهو بارئ والبارئ الله سبحانه وتعالى هناك فرق بين البارئ والخالق يقال بأنه الخالق هنا يشمل يعني يعني الله سبحانه وتعالى بغيره كما هو الحال في قضية إيسا حينما الخلق من الطير أما معنى البارئ فهو من متعلقات ذات الله سبحانه وتعالى فإذن البارئ والمبرئ المحدث والخالق هو المقدر أي ناقل من حال إلى حال وبارئ الله الخلق أي فطرهم فأنهم نفصلوا من إيش نفصلوا ممن؟ من العدم إلى الوجود المعنى الثاني يقولون هو التفصي مما يكره مجاورته هو التفصي بمعنى التخلص والمباينة يقال تفصل لحمه عن العظم بمعنى التخلص كما في قوله تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون وقوله تعالى إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله بمعنى نحن نبتعد عن عبادتكم كما أنتم تبتعدون أو تتخلصون من عبادتنا بشدة طرق المعنى الثالث هو عدم تسكية النفس كما في قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارت بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور الرحيم الطابر يقول إن يوسف صلاة الله عليه يقول وما أبرئ نفسي من الخطأي والزاللي فأزكيها في حين ذكر السيد الطابة طبائي في كتابه الميزان أن قوله تعالى وما أبرئ نفسي إشارة إن من إلى قوله أني لم أخن بالغيب إن من الخطأ بتوجه إلى يوسف عليه السلام وأنه لم يقول هذا بقول بداعي تنزيه نفسه وتزكيتها بل بداعي حكاية رحمة ربه وعلى ذلك بقوله ماذا إن النفس الأمارت بالسوء أي أن النفس بطابعها تدعو من إلى مجتهياتها من السيئات على كترتها ووفرتها نعم من الجهة الأنتبرة من المين أو تتوجه من إلى السوء وإنما تكف عن أمرها بالسوء ودعوتها إلى الشر برحمة من الله سبحانه وتعالى تصرفها عن السوء وتوفقها المين لصالح العمل فإذن هذه الآية مشعرة بأن من يصدر منه هذا الكلام أو هذا الكلام لا يحسن صدوره إلا ممن يحترزه ماذا عن المعاصي ماذا؟ المجلسي في البحار جزء 1235 ين أقول هذا القول هو قول زريخة إن النفس الأمارت بالسوء لا أمار رحمة ربه على الأموم أخذنا موضع الشاهد من الآية المطب الثاني هو الشروط العمل بماذا؟ بالبراءة إذن الشرط الأول يقول لا يصح العملي بالبراءة إلا بعد وجوب الفحصي عن الأدلة وعدم الضفر بالدليل على الحكم المشكوك على الوجوب شيش من أدنى يشمل ماذا؟ الشبهات الحكمية زيلولاء والشبهة الحكمية تعريفة والشك في الحكم المتعلق بأمر ما أي هو الاشتباه فيما إذا كان حكم شيء إما حلالا أو حراما بعد أو واجبا أو مسحبا طاهرا أم نجيس وهنا يعني مثلا لدينا مثال ذلك شكل مكلف في وجوب الشواك هذا شلو منشأه يكون البراءة أو مثلا في بقاء وجوب الجمعة هذا علم يتحرك على السصحاب أو كون الواجب يوم الجمعة لما صلاة الجمعة أو صلاة ظهر في يوم الجمعة فهنا يعمل بالاحتياط أو كون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة أو في طهارة العصير المغلية هذا منشأه ماذا؟ قائلة الطهارة في قضية كون الواجب يوم الجمعة يعني هنا البعض يذهب إلى أصلاة التخيير بمعنى أنه إذا تعلقات الذمة بصلاة الجمعة وصلاة الظهور في حين إذن يكون تكريف للمكلف هو شنو التخيير يعني لا يكون شنو عمل صلاتين في آن واحد هذا سنأخذ في أصلاة التخيير إذن الشك من جهة يعني في شبهة الحكمية الشك من جهة عدم شنو عدم الدليل المؤتبر في المورد أو إجمال الدليل أو تعرض الدليلين من ظهر مع نثله وإذن سميت شبهة الحكمية بالحكمية لأنه متعلقها شنو هو الحكم الشرعي نعم يعني يمطي مثال لموجود قدنا كحرم التدخين بعد قدنا موجود بطاعة الزوج وشبهات الموضعية شبهة الموضعية شنو عدنا هو الشك في أن يكون هذا الشيء هو دعينه أو شيء آخر بمعنى التردد في أن يكون هذا أو يكون ذاك مثلش عدنا شبهة الموضعية الاشتباه في ثوب الصلاة طاهر أم نجيس أو إن هذا السائل أو ذاك خامر هذا السائل نقول هذا السائل أو ذاك خامر أو خيل أو غيرهما زير ولا وأمثلة كثيرة يعني تترك في الكتب الفقهية إذن هو هنا هذا فيما يتعلق بالشبهة الموضعية ما باك الفحص علما عن تحقق الزوال ودخول الوقت لأجل الصلاة فهنا صار أدي موضوع الحكم مؤصل حكم بعد مثاله ودخول شهر رمضان لأجل الصيام وبلوغ المال حد النصاب الزكاوي لأجل الزكاة اشتبه أنه تعلق في ذمته الزكاة يعني الاشتباه هو إن كان أنه يتحقق النصاب أم لم يتحقق حتى يتحقق لشنو موضوع الشبهة الموضعية فإذن الأصولية ذهبوا من في هذا المبنى إلى عدم جواز جريان البراءة في الشبهات الحكمية فإذا شكل مكلد في وجوب شيء فلا يجوز له التمسك بالبراءة حتى يسقط التكليف عن دمته لابد أن يفحص وين في الأدلة الشرعية لماذا؟ لعله يكون فيها ما يدل على الوجوب فحينئذن لا مجال تمسك بالبراءة لماذا؟ الانتفاء موردها الذي هو الشك في الحكم فلابد إذن من الاحتياط حتى يتم الفحوص فحصنا لقين الدليل كان بها ما لقين الدليل إذن يكون حينئذن تكليفنا ما لقين الدليل تكليفنا هو بعد الفحص عن دليل البراءة فإن تم ولم يكن تمت ما يثبت الحكم ما أثرنا الحكم سواء كان الحكم اجتهاب منذ الاجتهاب يكتاب سنجم العقل حينئذن يتوصل المكلد بماذا؟ بالبراءة وهذا مين يستدل عليه بالمناسبة يستدل عليه بمن بحكم العقل يعني لقبح الإقاب بلا بيان وهذا يعني سنأخذ في مبحث الاستدلال العقلي عليها من على البراءة العقلية فإذن عدم البيان عدم البيان سيكون هنا هو مفاد البراءة وصل لبيان بها ونمت ما وصل لي يكون تكليفي ماذا هو البراءة فإذن فما لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقل العقل بمن بقبح الإقاب إذن ليس هنا يقصد به المراد من البيان إيصال التكليف للعبد قهران بل ما لابد أن يصل هذا التكليف على وجه متعارف طيب فلو كان التكليف مبنياً أو مبين من قبل المولى الشارع لم يفحص عنه العبد يصح العقل يصح العقل يصح العقاب عليهم على مخالفته ليس شيء مفحص ولا يكون عقابه عقاباً بلا بيان إذن هذا تقريباً فيما يتعلق بالجانب الأول فإذن إذن لا يصح العمل بالبراءة لا يصح العقل وذكرنا نلتفت إليه فلا يحكم ببراءة الذن قبل الفحص نعمة ما يكون تكليفنا؟ إذا فحصنا لقائنا الدليل بها ونعمة ما لقائنا إذن يكون تكليفنا البراءة لكن في حالة عدم الفحص إذن يكون تكليفنا الاحتياط والتوقف الشرط الثاني لا يكون هناك أصل حاكم على أسات البراءة وراجع إليه فإن كان هناك أصل حاكم وجب عدم العمل براءة ما أصل حاكم؟ قد يكون ما لدينا الاستصحاب هو حاكم على البراءة لأن هذا كمان يقول الشيخ المضفر إذا كان لديه العقل فهو أمارة وإذا كان لديه أخبار فهو أصل عملي فإذا قد يكون أمارة ما لدينا خبر ثقة خبر ثقة وإن كان نظم لكن حجيته نمية نستمدها نستمدها من دريقة طيئة سواء كان قرآنية مثلا نقول في آيات التي تشير إلى حجية خبر واحد لشير إليه النص القرآني مثلا يعني لدينا النص مثلا في ما يتعلق بوجوب حجية خبر واحد الآيات كثيرة والآن إن شاء الله نعرج على هذا الموضوع في موضوع حتى ليس لدينا تداخل ولعله الآية التي تحضرنا هي إن جاءكم فاسكم بنابئ فتبينوا وهذا سنأخذنا في مرة الآخر نعم وذلك لأن البراءة تجري في صورة الجهل بالحكم وأما أدا علم العبد بالحكم ولو بلسطة أحد أصول حاكم على البراءة فأنه يرتفع موضوع البراءة يعني إذا صار أدي أمارة وأصل تتزاحمان حينئذ يقدم الأمارة على الأصل مع موجودة أمارة حينئذ يكون شنوى دور البراءة هي الحاكمة صار تضارب أو تزاحم أو تعرض بين براءة وخبر الواحد حينئذ يقدم خبر الواحد لأنه أمارة فتكون هو يكون حاكم على اليمن على أصل براءة لأن أصل براءة هو شنوى شك في الحكم كما تعرفون في الأمارات الأمارات هو لم يأخذ في موضوع الشك بخلاف الأصول الأصول نحن بالبداية الأصول العاملية أخذ الشك في موضوعها فلذلك تكون الأصول العاملية شنوى بظائف تعبوديت في حال الشك فمن أصل البراءة يكون حجة عند الشك بيمن بأصل التكليف أما خبر الثقر وبالإمارات فلا تتوقف حجيته على اليمن على صورة الشك ولو قلنا مثلا بحجيته يكون حجة مطلقا سواء كنا شاكين أم لا نعم فإذا الأمارات بنفسها وإن كان هو كشفها عن الواقع ناقص لكن هي مثل علم مثل علم في هذا الجهة إلا أن كاشفيتها قلنا ناقص لكن فالشارع تم كاشفيتها بما تجعل حجية لها من أصل قطعي أو من نص قطعي بخلاف الأصول للأصول العاملية لم تكن كاشفة عن الواقع فليس فيها شنوى جهة كاشفية حتى لو شنوى ولو بالمقدار ناقص الثالث وهنا يجب أن يذكر مثال إذا علم أن السائل الموجود في القنينة خامر ثم شكينا في انقلاب الداخل فإنه لا يصح أن يجري براءة لأن هذا ما يشتر أديه ما يشتر أديه ماذا؟ استصحاب بقاء الخامرية يعني أنا الأصل أديه الخامرية شكينا هذا الخامر تحويل آخر لولا فالأصل شنوى بقاء الخامرية مثل قضية تيقنة الوضوء وشكيت بالحدث فنعمل شنو بمن؟ بأصالة أو بوجود الوضوء بمعنى أن الوضوء متحقق لأنه أنا ديقين بالوضوء الحدث لا يعمل به لأنه يوقع فيه شك الثالث أن يكون الشك بماذا؟ في التكليف إلزاميا كالالسحباب والكراءة فلا تجر فيه البراءة بالحال أنه البراءة شنو أدي؟ دليم تناني جعله الشارع إلما لرفع الضيق ولحرج على المكلفين وهذا لا يزرق إلا بمن للأحكام الإلزامية لأن البراءة التي ترفع لحكمهم بمشقة ومشقة والموجودة بالأحكام الإلزامية أما الأحكام غير الإلزامية ما به ضيق حتى يرفع الشارع فيوكل أمر إلما للعباد فإذا شاءوا فعلوا وإنشاءوا تركوا وعلى هذا وبناء على هذا فإذا شكل المكلف مثلا في السحباب تصدق على أرحامه هذا بناء على ناص فإنه لا يصح أن ينفي السحباب بإمام دلي براءة لأن السحباب عمل خير مقدم على دلي براءة لأننا أخذنا قبل عنهم نصوص قرآنية التي تحوظ عليم على الأمر المعروف وإتيان الصدقاء أخذوا دعوان الحمد لله رب العالمين ودمتم في رعاة الله وحفظه